اشتركوا في القناة ومن ولاه ايها الاخوة الكرام ما زلنا مع الموضوعات المفرحة الموضوعات الجميلة التي نحتاجها والنهاردة هنتكلم عن بعض الاحلام والعنوان احلام مهمة تؤكد على شفائي من الامراض ان شاء الله تبارك وتعالى بعض الرؤى اذا رأيتها تبشرني بالشفاء سواء اذا كنت انا المريض او اي شخص من احد افراد اسرتي ربما تدل على شفائه ان شاء الله تبارك وتعالى اول رؤية معنا وهي رؤية قراءة القرآن الكريم او سماع شخص مجهول يقرأ القرآن الكريم هذه الرؤية تدل على شفائي من الامراض باذن الله تبارك وتعالى من الفواكه الجميلة تحديدا رؤية التفاح الاخضر هذه الفاكهة تبشر بالشفاء ان شاء الله تبارك وتعالى حينما ارى متوفى وهو يهديني اي هدية فالهدية من المتوفى هذه الرؤية تبشرني بالشفاء باذن الله تبارك وتعالى رؤية امرأة عجوز امرأة عجوز هذه الرؤية تبشرني بالشفاء ولكن بشرط ان تكون هذه المرأة العجوز شكلها جميل تبتسم وتضحك الى اخر هذه الامور فهذه الرؤية جميلة جدا 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 رؤية الصوم او الصيام رؤية الجنة رؤية التجهيز للعمرة كأنه مجاهز اغراضي علشان اسافر للعمرة رؤية النجاح من الموج العالي وان كانت نجاح من كرب ولكن تدل ايضا على الشفاء باذن الله تبارك وتعالى من الاشياء الجميلة المحببة الى قلوب الناس رؤيته في المنام تدل على الشفاء باذن الله تبارك وتعالى الورد الجميل رؤية تبشر بالشفاء ان شاء الله ماء زمزم تبشر بالشفاء قتل حيوانات مفترسة تدل على نجاح من شر وتدل ايضا على الشفاء باذن الله تبارك وتعالى رؤية الكبش او الخروف هذه الرؤية تبشر بالشفاء رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم تبشر بالشفاء رؤية أكل العدس في المنام هذه الرؤية تبشر بالشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى دعونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته